وتربية أمهات الدجاج لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية ولنقاش هذه النقاط وآخرى نصعد باستضافة هاتفيا الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمربية دواجين السيد جلول بوداوت سيد بوداوت صباح الخير وهلا بيك صباح الخير أستاذ ورحبا بيك شكرا لك شكرا لكم الاستضافة شكرا لك وإذن السيد الكريم نتحدث عن الغاة ضريبة على القيمة المضافة لشعبة الدواجين التي دخلت حيز الخدمة بداية من السنة الجارية في البداية كيف استقبلتم هذا القرار المتعلق بالغاء الضريبة أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين نحن كمهنيين وكمنتجين وكفيظالية بصفة عامة نحن ثمنا هذا القرار لداته للحكومة اللي هي مشكورة على كل حال وهذا القرار هذا راح يرجع إن شاء الله بالخير والمرضودية لشعب الدواجين لأنه للأسف شعب الدواجين تقريبا هي الشعب الوحيدة في قطاع الفلاحي بما هي مستفيدة من حتى من حتى دعم أو ميزات من قبل ضريبية بالعكس الشعب الأخرين كل معفيين من الضريب معفيين من القيمة المضافة إلا شعب الدواج إنها دول جات الالتفاتة ومشكورين على كل حال أما بالنسبة للبشتر جعل المرضودية أحسن إن شاء الله إحنا نطلبه من المهنيين والفلاحين الصغار اللي هم يساهموا بالنسبة الكبيرة للإنتاج إن ناشدوهم من هذا المنبر باش يحرصوا كل الحرص باش يدخلوا في النظام والرقمانة ويدخلوا في طريقة النشاط نظامي لازم يلتحقوا بالمديرية الفلاحة باش يستلموا الاعتماداتهم هذا باش يقدروا يستفيدوا من هذا الميزة لو كان ما يكونوا نظاميين للأسف ما يقدروا يستفيدوا من هذا الميزة لو تبقى دائما كان حلقة يعني إدراج المربين الناشطين في الإطار غير رسمي من أجل نجاعة أكبر لهذا القرار أكيد سيدتي لازم نبرك الحكومة دارت ما بوسعها ونشكرهم على كل حال الالتفاة الطيبة هذه لكن نبرك ناشدو المربين لازم الحمد لله يمركين إعفاء الحمد لله رأيينية حسنة للمربين بعدما كان أنهكتنا الظروف اللي مرت عليها الشعبة اليوم نطلبه الناشطين المربين أنهم يلتحقوا بالمدرية الفلاحة باش يكونوا نظاميين باش يسلموا الاعتمادات التاعهم وبطاقة فلاح تاعهم باش يكونوا ينشطوا نظاميين هكذا يساعدون نحنا كفيدرالية ويساعدوا الوزارة الوصية في الإحصاء في القضاء على الأمراض في كل شيء لازم تكون نرجعوا للمشروع اللي جسدت عليه واللي حارس عليه السيد الرئيس الجمهورية اللي هو الرقمنا باش ان شاء الله نقدروا باش نقضوا على هذه الفوضى اللي راها يصير في شعبة في شعبة الدواجن واللي هي شعبة حساسة وشعبة شعبة تمثل تمثل اقتصاد كبير في البلاد نعم لما نتحدث عن الغاء الضريبة المضافة على أو لشعبة الدواجن كيف ستؤثر على الأسعار والإنتاج سيدة بداوت شوف يا سيدتي المحترمة باش نكونوا واضحين وباش نهضروا إلا صراحة وباش تكون عدنا شفافية للمستهلك الكريم هذه القرارات اللي جات ما هي شرحة مثلا للمستهلك الكريم يقول معناها يومين أو نهار أو نهارا يلقى اللي فريا ونقص هذه مكاش منها هذه كيما الأسعار دارت مخلطة وارتفعت بالعقل الثاني الأسعار تروح تنتخافض بالعقل معناتها مشيا نحن لنواعدوا عليها المستهلك الكريم أنه إن شاء الله يكون استقرار ويكون هناك إنتاج في هذا السوداسي الأول من شهر من عام 2024 إن شاء الله السوداسي الثاني يكون رياحي ويكون هناك انخفاض في الأسعار ليكون في المعقول ليكون هو يكون في متناول المستهلك وما يضرش إلى المنتج ثاني لو كان يخافض السعر أكثر هكذا ثاني يأثرنا على الانتاج ونعاود نعاود نفس الشيء نغل نطيحه في نفس المشكلة ونعاود نرجعه للحلقة المفرغة هذه إن شاء الله ما نعاود نرجعه لها نرى ندرنا اتخذنا جميع الإجراءات وإن شاء الله كما الحكومة والوزارة الوصية قدمتنا الإعانة وقدمتنا الإعانة المادية والمعنوية حتى إحنا ثاني كفيدراليا وكمنتجين وكفاعلين إن شاء الله حتى إحنا ثاني إن شاء الله رأنا في الوعد وإن شاء الله رأنا نسيره في الاستقرار وفي الإنتاج إن شاء الله نعم هذه الشعبة لطالما عرفت تذبذب وعدم استقرار في الأسعار كيف هزا وضعية هذه الشعبة اليوم سيد بجلول والله سيدتي هي شعبة بشكل المشكلة هو حاجة سهلة إحنا الوزارة مدام الوزارة الوصية والحمد لله الاتحاد الفلاحي الجزائرين اللي تنبثق منه الفيدرالية الوطنية المربية الدواج المشاكل نعرفوها مليح ولو كان الوزارة الوصية يقولوا تشركنا في الرعي فقط نقض على المشكلة هذه تذبذب ونقص والنودرة وارتفال سنقض عليها في سنة بإذن الله لأنه رأنا شخصين المرض معلنا إلا الدفاع والإنتربانس إن شاء الله ونجسده على الطريق نمشه على الفيات على الطريق لرسمتها الفيدرالية إن شاء الله الوطنية إن شاء الله نخرجوا البر الأمان بإذن الله نعم سيد بوداوت قلت لي أنكم شخص طوال مرض لكن ما هي الحلول اللازمة وضحها اليوم من أجل النهود بين شعبات التواجل شكرا سيدتي شوفي يا سيدتي نحن شئنا ما بين النسبة الكبيرة المنتجة في هذا القطع هما المنتجين صغار هذا المنتجين صغار للأسف نحن كفيدرالية القينان هم الحل ولكن للأسف في الوزارة الوصية ما مشيتش معنا في الخط مثلا كين مثلا المربين الصغار كل برك هم الحمد لله جال إعفاء أو جال إعفاء الضريبة ولكن للأسف ما يقدرون يستفيدون منه مثلا نظرك اللوكان يروح يقتني مثلا الأعلاف على مجمع أولاب مثلا بروميار ما ما يعدوش الوثائق ما يقدرش مثلا المجمع أو أو الإزام برطاطر ما يقدرش يبيعونه مباشرة يجب أن يدخل هناك تاجر في الوسط أو عامل في الوسط هذا يزيد في التكلفة نحن لو كان مثلا نشكل لجان يكون مشترك ما بين مديريات الفلاحة أو الفيدرالية ويكون ونقدرون نمش في إحطاء ونحصل الفلاحين هذا والمربين هذا ونعطوهم الطمعنين ونجزرهم ونوررهم خريطة طريق إن شاء الله هم مواجدين للعمل إن شاء الله نحن نظر مش مشاكل كبار حاجة خيرة نجزدوها على عرض الواقع وإن شاء الله فيها خير سيد أبو داود شكرا لك على هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل للمشاهدين ننتقل للمواعد المحلية الآن صباح الخير حنان صباحك سعيدة